الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخذ الأحزاب أتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب فأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فأشهد أن سيدنا محمدا عبده المستغفر التواب خلقه الكتاب وقوله الصواب ورأيه فصل الخطاب قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نبيه والآل والأصحاب ثم أما بعد نعم الله سبحانه وتعالى على العباد كثيرة فربنا سبحانه وتعالى هو القائل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تقصوها ومن النعم من لا يلتفت أكثر الخلق إليها فكثير من الناس لا يلتفت إلا إلى النعم الظاهرة إلى النعم التي بين أيديهم من طعام وشراب وملبس ومال ولكن الله سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يقول لهم ألم نجعل الأرض هذه الأرض التي نعيش عليها نعمة هذه السماء التي رفعها الله بلا عمد نعمة هذا النهار نعمة هذا الليل نعمة هذه الشمس وهذه النجوم وهذا القمر ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا نعم لا يلتفت أكثر الخلق إليها انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة انظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة ولو لم ينعم الله سبحانه وتعالى عليك إلا بنعمة الإسلام لكفى بها نعمة لو لم ينعم الله رب العالمين عليك إلا أن جعلك من أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكفى بها نعمة الذي جعل الله رب العالمين لكل نبي دعوة مستجابة وقد ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته فهي نائلة إن شاء الله لكل من مات لا يشرك بالله شيئا ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا نعم عظيمة نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة الرزق نعمة العافية التي لا يكاد الإنسان يتذكرها إلا إذا أصيب فيها أو حرم منها فلا يكاد يتذكر نعمة هذه اليد التي تمتد تأكل وتشرب وتعطي وتأخذ وتسلم وترفع وتوضع لا يكاد يذكرها إلا إذا أصيب في يده أو إذا رأى من حرم منها لا يكاد يذكر نعمة القدم إلا إذا رأى محمولا لا يكاد يذكر نعمة العين إلا إذا رأى من أصيب فيها نعمة عظيمة نعمة العافية فاحمد الله على نعمة العافية واسأله تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله سبحانه وتعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم النعيم الذي ستسألون عنه بين يدي الله الأمن والعافية الأمن والعافية يقول علي رضي الله عنه وأرضاه لقد ذقت طعم الطيبات لقد ذقت طعم الطيبات كلها ذاق طعم الطيبات كلها قال فما رأيت أطيب فما رأيت أطيب من العافية فما رأيت أطيب من العافية فأحمد الله عليها نعمة أن يعيش الإنسان آمنا في سربه آمنا في مسكنه آمنا في بلده نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من حرم منها نعمة الرزق ولو كان الإنسان لا يملك من الرزق إلا قوت يومه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هذا ملك متوج ملك في نفسه الذي يعيش آمنا في وطنه آمنا في بيته معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل سبأ وهم قوم أنعم الله عليهم بنعمة وآية عظيمة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ما هي هذه الآية قال جنتان عيمين وشمال قيل لهم كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فما كان منهم إلا أن أعرضوا وجحدوا نعم الله بل قالوا عن هذا الرزق الذي يأتيهم من عطاء الله رب العالمين لا نحبه لا نحب هذا الرزق السهل نريد أن نسافر المسافات البعيدة نريد أن نرحل في طلب الأرزاق فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا كما في قراءة الجمور وفي ثانية قالوا ربنا بعد بالتشديد للمبالغة والتضعيف قالوا ربنا بعد بين أسفارنا يطلبون ذلك فحقق لهم كما في قراءة ثالثة فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث حتى ذكر المفسرون من رخاء عيشهم ومن سعة رزقهم أن جنتهم التي قال ربنا عنها جنتان عيمين وشمال كانت المرأة من طيب الثمار ومن نضج هذه الأرزاق كانت لا تتكلف أن تصعد الشجرة أو أن تمد يدها لتقطف الثمرة فإنما كانت المرأة فيهم تحمل مكتلها على رأسها وتمر في هذا البستان تمر في هذه الجنة فإذا مرت يتساقط تتساقط الثمار في هذا المكتل من نضج الثمار ونفى بها نعمة راحة البال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في موضعين واحدة في الدنيا التي لا يشعر بها التي لا يشعر بها إلا من حرم منها نعمة أن يضع الإنسان رأسه على وسادته فيأتيه النوم بعض الناس لا يستطيع النوم إلا بالمهدئات إلا بأن يأخذ المسكنات نعمة عظيمة نعمة راحة البال لا يكاد يشعر بها أكثر من امتلك المال وقال عن أهل الجنة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أسأل الله سبحانه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يرزقنا العافية وأن يرزقنا تمام العافية وأن يمن علينا بدوام العافية والشكر على العافية إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين